السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم يا أهلا وسهلا بسكان عمارة الحج رمضان رقم 9 وشققتنا رقم 3 أيام رمضان كلها أجمل وأحلى من بعضها الفنوس الحلو اللي مزين شقتي وشقتك وبالكنتك وبالكنتك أجمل وأحلى حاجة تشوفها كده وانت ماشي في الشارع شاركونا على الهاشتاج بتاعنا النهاردة كالعادة عمارة الحج رمضان شقة 3 ده على تويتر وعلى فيسبوك صفحة الراديو 9090 هتلاقي البوست بتاع حلقتنا النهاردة قولوا لنا كده رأيكو إيه لو صحيتوا الصبح لقيتوا الناس كلها شبه بعض كل الناس اللي في الشارع هي أنت بنفس شكلك وظروف حياتك وثقافتك وتعليمك إيه هي السؤال ده أنا بسألك سؤال هي ممكن تتفاجئ وتفرح لما تلاقي كل الناس ماشي بدماغك وشبهك ونفس تفكيرك أصلا ما فيش فينا حد بيقدر يعمل كل حاجة لوحده فعشان كده هتتخض محتاجينك محتاجين الدكتور والمهندس والزابط والعالم والفنان والميكانيكي والسباك والنجار وحارس العقار وعمل النظافة وكل اللي ممكن يخطر في بالك إحنا محتاجينه إلى مالة نهاية الشاهد من الكلام أن اختلافنا عن بعض مش بس بيميز كل واحد فينا ده بيكملنا لو كل واحد عاش بخبرته هو بس من غير ما يستفيد من خبرات اللي حواليه مش هتبقى حياة هتبقى معاناة الحياة أصلا يا صاحبي مش اتجاه واحد بس الألوان مش أبيض أو قسود بس في حاجات في الحياة محتاجة الشدة والحزم والقرارات الفورية وحاجات تانية بتبقى محتاجة شوية لين ورحمة كده ومحتاجين نصبر ونتحمل وفي حاجات محتاجة قرارات لحظية زي ميقولوا كده تضرب على الحديد وهو سخن وعلشان كده النهاردة شاقتنا وحلقتنا بتقولك الاختلاف مطلوب انت وأنا بنكمل بعض ماينفعش انت تنجح وأنا أبقى وراء وانت هتفضل ناجح لوحدك نجحنا كلنا فايدة لينا كلنا تعالوا ندخل شاقتنا النهاردة استنوا استنوا انتوا سمعين؟ سمعين رمضان جانا بصوت الولاد الفضاع اللي عند تتا أنجل في الدور الأرضي بعد ريابو أهلا رمضان رمضان دمح أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان دمح والسنة هذه عمارتنا هتكون منورة مع ايكولايت وعندنا كمان مسابقة وجايزة مقدمة من ايكولايت لسكان عمارة الحج رمضان كل يوم مدفع ايكولايت هيدرب في حلقتنا من العمارة وهيدرب جوه شاقتنا ركز وعد المدفع هيدرب كام مرة ركز كويس جدا وبعد ما تعرف العدد ادخل فورا على البوست بتاع حلقتنا النهاردة على صفحة الراديو 90 واعمل شير للبوست ولايك للبوست واكتب عدد مرات المدفع اللي ضربهم النهاردة وكل آخر أسبوع أكتر حد هيشارك معانا هيكون لي جايزة مقدمة من منتجات ايكولايت أما اللي هيجاوب على التلاتين سؤال طول رمضان هيكون لي الجايزة الكبيرة المقدمة في آخر الشهر من ايكولايت يبقى هنسمع الحلقة كويس هنشوف المدفع ضرب كام مرة هندخل على صفحة الراديو 90 على فيسبوك نعمل شير ولايك للبوست ونكتب مدفع ايكولايت ضرب كام مرة وخلينا أقولك إنك لما بتشتري منتج من منتجات ايكولايت أي منتج من منتجاتهم في شهر رمضان أنت بتساهم في إفطار أسرة لأن جزء من مبيعات ايكولايت في شهر رمضان بيذهب لإفطار الأسر المستحقة شقة ثلاثة ساكن فيها عائلة أستاذ صبري وأهم واحد في العائلة دي بالنسبة لي شخصيا كيونس يعني هو ابنهم الصغير الفنان سليم من أطفال متلازمة الحب أو متلازمة دون وعشان كده مامته كانت قلقانة عليه قوي لما يروح المدرسة وشايلة هم صحابه إزاي هيتعاملوا معاه وإزاي هيندمج معهم كانت فكرة أن هم هينقلوا مدرسة تانية أو يعزلوا في فصل تاني لوحده ولكن الحقيقة المخاوف كلها زي ما قولوا كده طارت في الهوى مع أول كم يوم مدرسة لسليم اللي بقى صاحب الناس كلها في المدرسة من أول الكبير لحد أصغر طالب بيقابل الكل بالحب والأحضان وبيلاقي ده كمان منهم والفضل في ده بيرجع لمديرة المدرسة اللي عملت اجتماع قبل الدراسة لسليم ومامته وكل اللي معاه في الفصل وأولياء الأمور وعرفتهم على بعض وفهمت المدرسين طريقة التعامل الصح معاه اللي عرفتوا أن ده قوى ثقته في نفسه جدا وخليه يبدأ ويكتشف موهبته في الرسم عشان كده وأنا بعرفكم عليه قلت لكم فنان بيساعد صحابه في حصص الرسم وهم بيساعدوه في حصص الرياضيات على حسب تعبير سليم هي اللي ما بيتحبوش مش هو اللي بيحبهاش طيب أنا عايز أقولك حاجة تعرف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم في النقطة دي سيدنا النبي قال إيه؟ صلي عليه الأول إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ألا؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب ربك خلقنا مختلفين عشان نتعارف مش عشان نتعارك دينك أمرك بالإحسان وحسن الخلق وحسن التعامل مع كل الناس بكافة أطيافهم ما تبعدش عن حد وما تبعدش ولادك عن حد لمجرد إنه مختلف في الشيء عن ولادك إدي نفسك فرصة تتعرف عليه وتفهمه وارد يكون أعز صديق ليه بعد كده اختلافنا إيه؟ رحمة ما تيجوا يلا ننزل تحت ونشوف إيه اللي بيحصل عند تيتا أنجيل مانا ننزلين رمضان تاريم مين يحب يبقى طيار لما يكبر؟ أنا يا تيتا أنا يا تيتا النهاردة هحكي لكم عن أول طيارة ست في مصر اسمها لطفية نادي أنتوا تعبانينوا بسيام ولا إيه؟ أنا سامت مرة دو ذكرت وكانت شطورة جدا لحد ما بقت أول ست بتسوق طيارة وأحلى وأجمل حاجة إنها كانت مصرية يلا بقى كلنا نقول بصوت عالي تحيا مصر تحيا مصر باي باي يا تيتا مصر دايما سباقة وليها الريادة في كل المجالات أولاد وبنات مصر الحقيقة على مر العصور فيهم نمازج كتير تعلم الدنيا كلها معنى الإرادة والنجاح والتميز مصر طول عمرها رمز للوحدة بين الناس بكفة طواقفهم واختلافاتهم مصر فاتحة درعتها للكل بتستقبل الحبايب من كل مكان من غير ما تفرق عمرها ما قالت على حد جاي عمرها ما قالت عليه لاجئ زي ما كل العالم بيقول أصحاب الهمم الفائقة من ولدها ليهم حقهم اللي مش مهضور إحنا كده كمصريين لا ينفع نبص الشكل ولا اللون ولا الدين وإذا حصل شوية شوائب وحاجات لخبطة في الآخر كل ده بيقفالتر وبنرجع للأصل الطيب عيد حساباتك وعيد حساباتك وأحسنوا استقبال شهر رمضان قبل ما ينفلت من بين إيدينا خلينا أفكركم يا سكان أجمل وأحلى عمارة رمضان شهر الخير وإحنا في الأشر الأوائل من شهر رمضان كله بيسخن وكله بيبتدي رمضان بكامل طقته وحماسه لينا أهداف كتير ما تيجي من ضمن أهدافنا هدف إسعاد الغير تعالوا ندعم طوارئ الأصر العيني من استكمال الجزء الأخير من 8 جهاز أسطرة الأوائية الدموية الجديد في الطوارئ تعرفوا أن إجمالي تمنوا أكتر من 20 مليون جنيه أيها دا كان وقت التعاقد كمان وبدعمكم تم دفع الدفعتين الأولى كده باقي الدفعة الأخيرة حوالي 5 مليون جنيه على فكرة لو كل واحد فينا حط مبلغ بسيط جدا هيكمله النهاردة بكرة بعده بالكتير تعالوا في العشر الأوائل من شهر رمضان نكمل خيرنا علشان نعمل خير كبير طب هنعمل إيه يونس يلا يا سكان العمارة هنتبرع على حساب مؤسسة أصر العيني اللي دا عمل طوارئ 190-190 في كل فروع بنك مصر البنك الأهلي البنك التجاري الدولي البنك العربي الأفريقي الدولي البنك الأهلي الكويتي والمصر الخليجي ومن خلال كمان تطبيق أناستا باي وخدمة فوري في أناستا باي هتختار واتختار أصر العيني أو مؤسسة أصر العيني لدعم الطوارئ وفوري الكود هو 9137 وكمان الأهلي ممكن وبساطة وأوبائية بس قبل ما أمشي عايز أقول لكم ذكرنا النهاردة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قلها وانت بتحمد ربنا على كل نعمة دهالك على كل نعمة انت فاكرها موجودة كده بطبيعة الحال ولكن لو فقدتها في لحظة كل حياتك هتتقلب 180 درجة للأسوأ ربنا نعمه علينا وأفضله علينا ملهاش حصر بس إحنا للأسف بننسى فجاينا النهاردة كلنا نفكر بعض بنعم ربنا علينا نتقابل بكرة إن شاء الله شقة جديدة من عمارتنا عمارة الحج رمضان بيقدمها لكم أحمد يونس وتعدها لكم نوران أيمن سلام عليكم يا طرف حلقتنا النهاردة عرفت المدفع ضرب كم مرة؟ طيران على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك واكتب لنا مدفع ايكولايت ضرب واكتب عدد المرات وكل أسبوع في فايز معنا وكل آخر أسبوع أكتر حد هيشارك معنا هيكون ليه جايزة مقدمة من منتجات ايكولايت أما اللي هيجاوب على التلاتين سؤال طول رمضان هيكون ليه الجايزة الكبيرة المقدمة في آخر الشهر من ايكولايت